طب سريعاً بقى لأن حلقتنا بتخلص يعني أنا وقفت عند السوشيال ميديا بتعبر فيها عن نفسك بشكل كبير فمثلاً وقفت قدام بوست بتقول عن المبدعين مبهر أن ترى كثير من المبدعين يستخفون أو يحتقرون أو حتى يكرهون أكثر أعمالهم نجاحاً وتقديراً وقد ترىهم يفخرون بأكثرها فشلاً وأقلها شهرة هذا يدل على أن على المدى الطويل قد يكون التعبير عن النفس بالصدق مرضي للفنان أكثر من كل المرضودات الأخرانية يعني فيه واحد ممكن يعمل فيلم يكسر الدنيا وتروح يتقول له مبروك فيلمك كسر الدنيا وتلاقيه مش مبسوط وفيلم تاني يقولك وحشوف فيلمي اللي محدش شافه يعني فيه مخدين كتير جداً عندهم الأزمة دي لأنه ممكن يكون عمل فيلم وتعب فيه وهو بيعبر عنه جداً وتظلم تسويئياً أو دعائياً أو تجرياً أو بنجم ما الناس مش حباه مع أنه ممكن يبقى ليه أفلام تانية نكحة تجرياً جداً بس هو شايفها أنه ما كانش عامل فيها مجهود أو ما كانش بيعبر فيها عن نفسه ففي الحقيقة في نهاية عمر الواحد لما تسألي كل المخرجين حتى الكبار في السن تلاقي الأفلام اللي هو فخور بيها الأفلام اللي كتقرب لقلبه ومش الأفلام اللي نجحت أكتر تجرياً آه ربق فيلمي لقلبك إيه لحد النهاردة هو أسماء يمكن برضو أسماء ما نجحش تجرياً أبداً يعني كان نزل في وقت صعب جداً وكمان موضوع الفيلم تقيل جداً بس لحد النهاردة أكتر فيلم بيعبر عني وكنت عامله متحرر جداً يمكن بالطبع كان أسماء ويمكن بعده يكون بر منهج وموارقة الطبيعة موارقة الطبيعة هو عشقي من طفولتي من وانا عندي 8 سنين كنت بتقرأ طبعاً أول كتاب في حياتي قرأ برا كتاب المدرسة كان موارقة الطبيعة أحمد خالي التوفيق كان أب روحي وأخي كبير وصديق عزيز جي عليها جداً ووعد وعدته له من سنة 2006 إن المستواصل ده يشوف النور وللأسف شاف النور وبعد ما توفها بسنة